سلاح زوح الدين لأن أنا لو ارتفعت ده هو سلاح زوح الدين على المواطن وعلى المستثمر لو ارتفعت الأسعار الفايدة أنا هاخد فايدة كثيرة أو كموديا كمدخر لكن هيبتلحة ارتفاع الأسعار مباشرة لكن لو معدل التضخم 5% سيما هو قائم ولو خدنا وديعة زي وديعة البنك الأهلي العيلة البلاتينية اللي هي ثلاث سنواته وما زالت قائمة 11% ومعدل التضخم الرسمي 5% يبقى فيه عائد إيجابي 6% نقول بقى حقيقة هنا أن العائد الإيجابي الحقيقي للعائد الجنيه المصري من أعلى العوائد على أي عملات في الدول النشأة الآن وده بيفسر أن في بلد بتشتغل وفي موقع تصادر استثمارها يجي مصر يبيع دولار وياخد جنيه مصري يروح حطه في زون قزانة وسندات قزانة زي ما هضرب للوقت بعد أنسان إذن المعيار الفايدة مرتبط أولا وأساسا بمستويات التضخم لما بنج المركزي بدأ ينزل الأسعار ويغير المستهدف التضخم في الشهر اللي فات غير مستهدف التضخم مستهدف التضخم يعني إيه؟ يعني هو بيستهدف أن معدل التضخم اللي موجود في مصر 7% زائدة أو نقص 2% ده معناه أنه هو رقم التضخم لازم يكون أحادي يعني تحت 10% يعني ما بين 7 و 2 يبقى 9 و 5% فلو ارتفع التضخم عن 9% يبدأ البنك المركزي لجمة سياسة نتفكر ترفع الفايدة تاني ترجع تسحب السيولة علشان التضخم يقل طب يفرض نزل بقى لتحت لتلاتة في المية هيبدأ يفكر هنا زي دلوقتي التضخم خمسة لو نزل لأربعة تلاتة هيبدأوا يفكروا هل نزول التضخم ده نتيجة أنه فيه عرض حقيقي في الأسواق وفيه إنتاج كبير والخير ملأ البلد في الأسعار اللي نزلت وفي نفس الوقت فيه طلب حقيقي من الناس يبقى الاقتصاد حلو قوي كده لكن لو نزل لتلاتة في المية وما فيهش طلب كبير يبقى ده فيه ركود في الحالة دي هو يبدأ يفكر